بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا جدا من كنوس السنة لا عمل أكثر للناس لا أظن الإنسان في واحد هيسمع الحديث اللي حقوله دلوقتي ده وحينهم بعدها على غير وضوء مش ممكن يعني مش ممكن إنسان هيسمع الحديث اللي بقوله ده حقوله دلوقتي ده حينهم على غير وضوء وحيسيب أسكار النوم وهو نايم في السريق قبل 100 نام اسمه هذا الحديث العظيم رواه هو الحديث له طرق كثيرة تصحيحه إن شاء الله حديث صحيح رواه أبو شيبة آآ 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 آ ساعتين وانت على وضوء مستني الصلاة بعدها انت قعد ساعتين بتصلي. هيتحط لك في ميزانك الصلاة لمدة ساعتين. نفس الكلام. وده من فضل الله سبحانه على هذه الامة. فشو الرسول بيقول ليه? من قاوى الى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا. وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ. يعني نمت خمس ساعات نمت ست ساعات نمت التمان ساعات التمان ساعات دول. نفس الاسكال انت قلتها قبل ما تنام دي. هتفضل تتكرر. لغاية التمان ساعات كانك بتقولها تاني او ربنا يكتب لك الورد بتاعت طول اليوم او او ذاكي ذكر ويتحط لك. معنى ايه? معنى انسان لو قبل ما ينام بالليل. وصح قبل الفجر بشوية كتب يقيم الليل عب حالها. وطول الليل بيصلي وطول الليل. وطول الليل ذاكي لله. ومن قاوى الى فراشه غير طاهرا كان فراشه قبرا وكان نجيفا حتى يستيقظ. اعظن ان باش انسان لي قبل عنافسه. يبقى لو انت ما نمت غير طاهر. ونمت. ايه كفراشك قبر. وانت بقيت جيفا. تعالفين الجيفا معناها ايه? الجيفا الشئ الذي بلى الجسد الذي بلى وناتن وخرجت منه رائحة الكريهة ولا يعزو بالله. اعظن ان فيش انسان يقبل عنافسه. ان يكون السريب بتاعه قبر وان يكون جيفا. ومش ممكن ان انسان عاقل يضايع الصحاب العظيم اللي اللي بقوله ده. ولذلك في رواية تانية ان الانسان اذا نم على طهارة ووضوء تسعد وروحه الى العرش وتسجد. وروح بتسجد عند العرش. ويكون عنده فرصة كبيرة بقى ان يشوف الرسول صاحبان يشوف الصحابة لانه نم على وضوء. اللي بقى ده نم على غير وضوء. بتسعد لكن توحرم من السجود. ده غير كمان منقبة تانية عظمية جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا سيدة انس ابن مالك. يا ابو نية ان استطعت ان لا تنام الا على وضوء فافعل. فان جاءك ملك الموتي وانت على هذا الحال متشهيدا. يا اذا. ده هنسان عاقل ده يا. كل المراقبة العظيمة دي. دي بقى انت لو انت نمت على وضوء. وقلت اسكار النوم قبل ما تنام. هتبقى من قوام الليل طول الليل. وزكين الله كسين وزكيرات لان انت طول الليل في ذكر وفي صلاة وعينك نايم. ولو جاء الاجل تتموت شهيدا. فمتواصب عن عمل ده كل يوم ربنا يديك اجر الشهيد حتى لو موت. حتى لو لان انت مواصب على العمل ووصلك للشهادة باخلاص. فربنا سبحان علي يديك اجر الشهداء بالنية. فكلنا نطبق الكلام ده. كلنا نحتسب الاجر ده. نام على وضوء. وتقول اسكار النوم كلها قبل ما تنام. طبعا انا اكلمت على عسكر كتيرة تتقيل قبل النوم. ا قد تقوم بتقرأ من النا تقول الحمد لله الذي على فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد لله الذي ملك في قدر والحمد لله الذي يحيي الموت على كل شيء قدير وخفر لك ما تقدم من ذنبك جمع جاء وزي ما قلت هذا الكلام قبل كده أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتو إله ثلاث مرات تخفر ضروبك لو كانت عدد رمل عالج وورق الشجر وعدد أيام الدون لو مليارات الظروب تخفر كل الأسكار هذه الأسكار تقولها قبل أن يتنام تقول شاءها الحديثة التي قلتها قبل كده تقول الآية دي شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقلوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وهذه الآية على الموزن رقم 19 في سورة آل عمران وتقول بعدها وانا أشهد على ذلك والله ميني استودعتك هذه الشهادة فهي عندك وديعة اليوم القيامة فحفظها لي بما تحفظه بإبادك الصالحين عظيمة جدا يكتب لك عهد عند ربنا تدخل الجنة بغير الحساب وانا قلت هذا الكلام قبل كده كثيرا فهي تقوله قبل ما ينام الحديث الذي قلته أن ربنا يخلق لك سبعين ألف مخلوق أو ملك يستغفرون لك اليوم القيامة فكل شيء يدي تقولها بنيت قبل ما تنام بنيت أنك حسب لك الصحاب الزكرة طوال الليل وصحاب القيام للليل أحاول كتاب لكم هذا الكلام وستغفروا الحديث في الوصف انساقوا هذا الكلام وانشوه نشر هذا العمي بثواب عظيم قل قولي هذا أستغفر الله يا رب شكرا